لم تتوقف تدعية مخاطر فيضانات ليبيا عند حدود الدمار الهائل في درنة ولم تتوقف عند ضربة زلزال مراكش إنما أعادت حسابات التحذيرات الدولية لمخاطر الكوارث الطبيعية إلى طاولة التنبه لكوارث مستقبلية في أي لحظة ومن تلك التحذيرات ما أصدرته السفارة الأمريكية في بغداد من رسالة مرعبة للعراقيين عام 2016 حين دعتهم للاستعداد لاحتمال انهيار سد الموصل الذي يطلق عليه لقب أخطر سد في العالم ويتوقع المهندسون أن يؤدي أي عطل هيكلي إلى غمر مدينة الموصل بالكامل ناشونال جاكرافيك نشرت تقريرا مفصلا أعدته حول الخطر غير المسبوق الذي يواجه العراق حال انهيار السد وهو ما سيؤدي لموجة مد داخلية تندفع مسافة على طول نهر دجلة إلى الشمال أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وأوضح التقرير أن المياه المخزونة في السد ستغمر في حال انهياره مدينة الموصل بارتفاع 21 مترا وخلال ساعات فقط يقول التقرير أنه من المرجح أن يموت قرابة نصف مليون إلى أكثر من مليون شخص في الفيضان ويرجع التقرير البختص إلى أن سلامة السد الهيكلية في زمن النظام السابق كانت مصدر قلق منذ أن تم تشغيله قبل 35 عاما إذ بني السد الكهرومائي على أساس سيء من معاد قابلة للذوبان في الماء لدعم الهيكل الذي يبلغ طوله 208 أميال وارتفاعه 375 قدما والذي يحمل نحو ثلاثة أميال مكعبة من الماء خطر يبرق به تقرير جيوغرافيك بعد تصاعد مؤشر الكوارث والتي كان أخرها انهيار سد درنا في ليبيا مع مخاطر يتعرض لها العراق تتمثل بتغيرات مناخية تفتح مؤشر الاحتمالات لكوارث طبيعية أكثر من أي وقت مضى